هنتكلم أكتر على المباريات دي مع طبعاً دكتور وليد الحديدي ناقد رياضي بمجلة الأهرام الرياضي برحب حضريتك على شاشة قناة الأهلي أهلاً بيك إسألت دايك وتحياتي كل المشاهدين بالكرام خليني أسألك أبدأ معك بالمباراة اللي كلنا بنتكلم عليها يمكن زي ما كنت بقول مباراة ليفر بول وريال مدريد التوقعات يعني هل ممكن نقول مين الأقرب إنه هو يفوز شايف المباراة دي هتكون فنياً إزاي وهل صلاح ممكن ياخد بطارو بقى المرات دي؟ هو طبعاً يعني زي ما أنت تكلمتي في الإنترو مش إحنا بس الحقيقة نصريين اللي بنتكلم عن المواجهة اللي هتكون بين محمد صلاح والساسي رامس بأكبرت محمد صلاح يعني لها المصري وإحنا تأثبنا طبعاً بهذا الموضف واحدة 2018 من هائك في الشعيط لكن الحقيقة للمتابعيتي بكل وسائل الإعلام وغروفة والعالم كله الحقيقة لهم واخدين اللقطة بتاعة الإصابة اللي تعرض لها محمد صلاح والشادة اللي طبعاً كانت متعمدة من سجل رامس وكل بيتكلم عن انتطام كروي بينكسين قد يكون من جانب محمد صلاح ناحية رامس في جانبه المباراة طبعاً الحقيقة الفريقين بيدخلوا المباراة دي بظروف يمكن قريبة كتير لبعضهم الاثنين في البطولة المحلية في الدورة الإنجليزية مع ليباركول أو في الدورة الإسبانية مع ريال مادريد بيقدموا أحسر حاجة الحقيقة التأثير بتاع الإصابات والظروف يدير بتضرب فريق لباركول خلته في مركز متأخذ جداً ومنافسته على المربع الزهبي بقت صعبة جداً ومحتاجة معجزة علشان يخلص الموسم في مركز رابع ويضر يتأهل للشامبلزيج السنة جاء وبالتالي هو أمله الأول والأخير ويرجي كلوب مركز بشكل كبير جداً على الشامبلزيج ويقرر طبعاً فوزه باللقب اللي كان في 2011 على حساب توتنهم فبالتالي هو ده يمكن استبيل الوحيد من البلوغين طبعاً اللقب والمجز والجلوري هو ده استبيل الوحيد يستأخذ للشامبلزيج السنة الجادة في الجانب الآخر ريال مدريد برضو تالت الدوري الثاني بعيد تصارف حوالي ست نقاط عن أثلتكو مدريد المتخضر برضو يعني نتائج متزفزة الأداء كمان متباين الحقيقة من هو براء لأخرى برضو ضربتوا بعض الغصابات يمكن بيتشفوا برضو في هذه النقطة نقطة الغصابات العديد من النجوم فقدوا ريال مدريد خلال الأثابية المفاة طبعاً وعلى رأسهم كده أن أذر بالصفة للمخترق كانت تم لمكان كريسيانو رونالدو وتقدم الإضافة لها ريال مدريد لكن يفقدوا الفريق في كل الأوقات المهمة لكن يبقى ريال مدريد دائماً يقاطل لنا واحد مختلف في دوري أفطار أوروبا محمد طلاح هيقابل خاص الدفاع يعني الزيزان بقاله قطرة بيلعب بطريق الثلاثة خمسة اثنين علشان يعمل التأمين الدفاعي سير جوراموس طبعاً فقد البريق عاد من المصابة وبيقدم مستوى جيد المواجهة هتكون الحقيقة مرتفعة بقال لنا كلنا احنا بنتكلم في دور ثمانية من دوري أفطار أوروبا بيشهد مواجهتين كانوا من ضمن آخر ثلاث نهائيات بمعنى أن في 2018 كان النهائي بالليفركول وريال مدريد بيلعبوا بعد دور الثمانية واللي عام الماضي 2020 كان النهائي بين باريستان جرمان ويفايرن ويواجهوا بعض في دور الثمانية وبالتالي هو دور قوي جداً ويعني المتعة هتكون متأثرة في كل المباراة ايه مفتاح الفوز عند كل فريق لما بتكلم على الليفر بول ايه أكتر حاجة مفروض ديورجين كلوب هيعتمد عليها علشان يقدر يفوز بمباراة زي دي بنتكلم بقى خط وسط أو الهجوم يعني ولا وريال مدريد برضو نفس الحكاية ايه مفتاح الكيب بلاير عنده اللي ممكن يخلص له مباراة زي دي أو زي ما بنتكلم على مفتاح الفوز بالنسبة لكل فريق مفروض كل مدير فني ايه أكتر حاجة يكون بيعتمد عليها في مباراة زي دي طبعاً لو اي فريق العالم محتاج يفوز بمباراة فهو بيمشي في خطين وتوازيل اول حاجة بيدعم نقاط قوطه وبيشتغل عليها وبيقويها وبيركز عليها وكمان بيشوف او بيذاكر نقاط قوط الفريق المنافس وبيحاول يوقفها علشان يمنع الفطور على مرمى وبالتالي دائماً تكون الفرصة المضاحة لان هو يهدف قوطي يفوز في المباراة لو بنتكلم على البركول فطبعاً نقطة قوطه الاساسية والخبرة هي ثلاثة يخطوا هجومه بسرعاته من كبيرة جداً بقوطه بالضغط على المنافس من اول حالة المرمى الحد مكورة توصل لربط حربة المنافس يضغطوا في كل نقطة في الملعب طبعاً الضغط الثلاثي القوي او الضغط الوحشي دايماً بيقول اللي كان بيشكله فريكي باركول دايماً تمبارياته خلال المسلمين الاخرين كان أحد أهم أسباب فوزه بدوري الإنجليز السنة اللي فاتس وبدوري أفطال أوروبا في 2019 لكن المشكلة الرئيسية اللي بتواجد يورجي كلوب المسلم ده إن عنده إصابات كتير جداً وبالتالي الديناميكية بتاعة الضغط مثلاً وكان مختفص هندرسون في خاص الوصف كان يلعب فيه بتاعه وكمان إصاب وخرج فبين يفض الوقت كتير جداً طبعاً برج البندايك والفقدم بتاعه والتمريرات والتوزيع اللي هو كمان استثار بالضغط اللي كان بيمثله أو بيعمل تدعين بيه مع نصر مرعبه أيضاً كان غاية بسبب إصابة باندايك يعني كان في بعض مشاكل تسببت عدم قدرة لباركول على ممثل طريقته في الصبعية إذا كده يورجي كلوب في هذه المباراة إنه يضغط بشكل قوي على قصة دفاع فريق ريال مدريد وكمان يعمل الهجمة المستدى السريعة جداً في حالة إنه قطع الكورة من هجوم ريال مدريد طبعاً قلعات محمد صلاح هي رقم واحد فيه هجمات لباركول المورسات ومعاة سادي وماني من الجانب الآخر في وجود لعب زي دي وجودها في هذا الوقت أعتقد هيمثل قطورة كبيرة على قصة دفاع ريال مدريد في المقابل هيكون فيه كمان نقطة قوة مهمة جداً لريال مدريد دين الدين دين بيعتمد عليها بشكل دوير وهو وجود ثلاثي ووسط ملعب يعني من السراثة الرفيئة بيقدموا كلهم التوكور من في الفترة دي اللي هو طبعاً كاسيميرو وتوني كروس والخبير لوكا مودريتش إذا قدر فريق ليبرفول أنه يعني يفوض بمعرفة وسط الملعب قزام هذا الشلاثي طبعاً هيكون موجود تابينيو هيكون موجود تياجو ألكنطارة وطبعاً بيعوي كثير ليبرفول على تياجو ألكنطارة لأنه يعود لمجتمعه مع طائرنا مينوح هيقدر الإضافة بكل تأكيد إذا قدر ليبرفول يأخذ أو يكسب الكرة بوسط الملعب أعتقد هيكون لين أفضلية في هذه المباراة بكل تأكيد مهما كانت ظهور الفريقين هي مواجهة مواجهة كلاسيكية أوروبية كلنا في ننتظرها وأعتقد هي أقوى مواجهات دور الثمانية يعني ممكن نقول هي فعلاً خلاص النهائي المبكر ولا بنتكلم على باريسان جرماو وبارن من أخوة النهائي المبكر يعني ما أنا بقولك إحنا لسه من ثلاث سنين بالضبط 2018 كان دهوى النهائي 2019 لفرقون كان موجود في النهائي 2020 كان باريسان جرماو إذا كانت مباراة لفرقون أو ريال مدريد أو مباراة باريسان جرماو وباريسان جرماو هما الاثنين نهائي مبكر للهطولة يعني المباراتين الأخرى التي تجمع بين منشستر سيتي وكروسيا دور الثماندة هي مواجهة كروية ممتعة يكون فيها كورة ويكون فيها لعبة مكسوخ ويمكن أهداف كتير لكن ما نقدرش نعتبرها نهائي مبكر فأعتبر أن تاريخ الفرقين مش عارض بدور الأفطال ونفس الحال بالنسبة لمواجهة تشيلسي وفورسو اكتون مواجهة تكتكية جدا اللي يعتمدوا على قوة الدفاع والهجمات المرتنة لكن أيضا لا نعتبرها نهائي مبكر فإذا المواجهتين باريس وفارن وليفرقون ريال مدريد هم من لا يخطفوا العين فيها خليني أسألك بقى على مباراة باريسان جرماو بارن مينخ الموسم ده يقدر باريسان جرماو أنه يعود خسارته السنة اللي فاتت وعلى ما أتذكر يعني أنه كانت أول مرة باريسان جرماو يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا فكنا بنقول أنه يمكن ما فيش خبرة أوي أو كده فبارن مينخ كان ليه التفوق طبعا وبارن مينخ يعني عمل فريق كبير أو يقدر أنه يفوز بالسوداسية لكن هل ممكن يكون جي الوقت أنه باريسان جرماو يعود الخسارة دي ولا برضو الأقرب بارن مينخ في ظل الحالة للمعنوية كبيرة اللي عنده بعد الفوز بالسوداسية يعني ما نقدرش أبدا نستبعد فريق سان جرماو من حسابات الفوز والتأهل للنهائي والفوز بالبطولة مهما كان المنافس يتعب لأنه عنده الحقيقة تتيبت كل الخطوط من النجوم وتحديدا خط وصف الملعب وقناد الزراسي وخط الهجوم طبعا من قيادة سنبابي دي وطبع واحد من خط اللعيب العالم ومعه إيكاردي ومعه ديمارية يعني خط هجوم الحقيقة مرعب وخط وصف أيضا مميز جدا لكن دايما مشكلة فريق سان جرماو سواء في الموسم هذا الموسم أو في المواصم الماضية كان دايما شخصي في الفريق هل يستطيع هذا الفريق بهذا الكم من النجوم وفاصلة الإعلامي والرواضب الضخمة أنه يكون عنده ثقة أنه يستطيع تجوز عقب الفاير نبينه طبعا الفريق المتكامل اللي هو نفس الفريق اللي كان موجود لسنة اللي فاتت والإيدر يكتسح السوداسية ويعمل رقم تاريخي مشاركة مع بارشلون 2009 بنفس الفيادة الفلنية لكن القيادة الفلنية اختلفت قليلا أو اختلفت تماما يعني فريق سان جرماو بوجود بوشيكينو اللي كلنا بنعتبره مدرد صف أول وصعد في دوتنهام في مفاجئة كبيرة في 2019 لمهاء البطولة أعتقد فريق سان جرماو إذا آمن بحضوظه في هذه المباراة يمثل خطأ كبير على مجهد باير نميونيخ لكن على الأرض وعلى الواقع صفقة طبعا حضوظ باير نميونيخ هي الأعلى لأنه يستمر بنفس السبات وبنفس القوة وبنفس الاندفاع البدني وبنفس الآلة التهديفية التي لا يستطيع أحد القوة طبعا متمنثلة فيه أفضل لها في العالم روبرلي باندوبسكي وأفضل طبعا حارس في العالم اللي يشكل صفار حماية كبير لهذا الطريق اللي هو المانيونيخ فإذن أيضا ستكون مواجهة الحقيقة خارج الحسابات وصعب جدا أننا نحسن من يستطيع الأمور لكن لقطة باريك سان جرمان في ملع حضيقته الأمراء والاكتساع الكبير الفني لبارشلونة في هذه المباراة لباريك سان جرمان وده أهم حاجة يمكن في كرة القدم أن يكون أنا عندي الإيمان أن أنا أقدر أتخطى الحقيقة الخصم ده فأي رياضة كانت مش بس في كرة القدم في رياضة بشكل عام خاليني أخذك أخيرا للدوري الأوروبي وتقولي هل أرسنال طبعا المحترف ضمن صفوفه محمد أنني المصري طبعا المتقلق يقدر أن هو يتخطى عقبة سلافيا براجل تشيكي يعني نقدر نقول أن الكرعة كانت رحيمة إلى حد ما أرسنال طبعا ماشي بشكل رائع وشكل ثابت في الدوري الأوروبي عنده مواجهة تم سلافيا براجل يعني أعتقد فنيا أرسنال يستطيع الغوره وفي الدور القادم إذا تأهل بإذن الله هو الأقرب يكون مواجهة مع الفايز بين فيا ريال وهي دينام وزغرب أيضا هي مواجهة إلى حد ما مجهول الأرسنال طريق يعني يوقينا أمل في تأهل أنني مع خارجه إلى المباراة نهائية بعيدا طبعا عن الطريق الآخر الصعب الحقيقة في وقوة منشستر يونايتد اللي بيلعب جرناطا وعلى الطرف الثاني كمان في آيك أمستردام البريد صاحب الخبرات الأوروبية الكبيرة فأعتقد أن الطريق مفروض بالوروز لأرسنال للوصول للمباراة نهائي وقد نرى نهائي الإنجليز يقال تجمع بين أرسنال ومنشستر يونايتد في مباراة التي أيضا سيكون عليها لإلا وحدث هذا بشكر حضرتك جدا دكتور وليد الحديدي ناقد رياضي بمجلة الأهرام الرياضي شكرا لك على كل المعلومات دي ترجمة نانسي قنقر